وبشأن مباحثات فيينا والملف النووي ومماطلة إيران رغم طرح أوروبا ورقة للحل ينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة الصحفي المختص بالشأن الإيراني الأستاذ صحيب جابر أهلا ومرحبا بك أستاذ صحيب أهلا بكم بين ترقب إيراني وتحفظ أمريكي هل تتجه مفاوضات الملف النووي الإيراني نحو نهاية ترضي جميع الأطراف؟ بعد تصريحات كانعاني اليوم كانت إيران تتوقع رد يحمل بعض التفاؤل لكن بحسب تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية كان الرد يدعو للتشاؤم خاصة أنه أتى بعد مرحلة طويلة طبعا المراحل التي تم تقديم فيها الطلب لإنعاش الاتفاق النووي وكان بعد أن قدم جوزيب بورل الممثل سامي الاتحاد الأوروبي هذه المسودة دعنا نقول التي كانت تدعو للعودة الاتفاق الإيراني ووصف الاتحاد الأوروبي أيضا في نفس الوقت هذه المسودة بأنها تدعو للتفاؤل أو أنها أيضا كانت مهمة جدا بحسب وصفهم لكن مع كل ذلك وبعد تقديم المسودة في الثامن من الشهر الجاري جاء الرد من واشنطن بأنه لا مجال للتفاوض حول تقديم أي تنازلات من قبل واشنطن لإيران وأذرعها في المنطقة وبتالي بقاء العقوبات أيضا إيران كانت تعول على الجانب الأوروبي لأنها لها أو تريد على الأقل أن يكون لها استثمارات فيما يتعلق بالنفط والغاز في الأسواق الأوروبية وكذلك الأمر بالنسبة للدول الأوروبية التي تريد الاستثمار في الأسواق الإيرانية وجميع المعطيات المشتركة دعتها لأن تكون وسيطا طبعا في هذا الملف هل ترى أن شركاء الولايات المتحدة أمريكية وأوروبا في الخليج العربي سيقبلون بهذه التوافقات والمقاربات التي تحاول أمريكا التواصل إليها؟ النتيجة الطبيعية هي أن لا يقبلوا بهذه التوافقات خاصة إذا ما تحدثنا عن برنامج نووي قد يساهم في زيادة التغول الإيراني في عموم المنطقة يعني عندما تكون إيران وهي بالمناسبة يبدو بأنها تدعو أو تسعى للمماطلة في هذا الاتفاق ريث ما يكون لها بالفعل استخدامات عسكرية وهذا قد بدأ بالفعل منذ سنوات استخدام هذه الطاقة وتخصيب اليورانيوم وغيره في القدرات العسكرية عفواً لإيران وهذا بالطبع سوف يزيد من تغول إيران في المنطقة المملكة العربية السعودية التي تقود مجلس التعاون الخليجي أيضاً لن تقبل بهذا الشيء خصوصاً بعد سلسلة طويلة من الهجمات وآخرها كانت في العام 2019 الهجوم الضخم على منشأة أرامكو وأيضاً لن تقبل بأن يكون هناك المزيد من التمدد في عموم المنطقة العربية كما حدث في العراق بالنسبة للميليشيات المدعومة من إيران وفي سوريا أيضاً ومخطط التغيير الديمغرافي بالطبع هذا لن يكون أمراً مريحاً للدول العربية عموماً وحلفاء واشنطن في الخليج العربي على وجه الخصوص وبالتالي أيضاً نعود هنا إلى القمة التي كانت في جدة أواسط العام الجاري وكان فيها بشكل واضح وصريح عبر تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة أقرت أن تعزز احتياجات المملكة العربية السعودية من الدفاعات الأمنية والدفاعات العسكرية ضد الاعتداءات الإيرانية السافرة في المنطقة وأنه سوف يكون هناك تعاون مشترك بين واشنطن والرياض على هذا المستوى وبالتالي لن يكون هناك أيضاً تنص الأمريكي من مسؤولياتها تجاه حلفائها في المنطقة وهذا هو معروف لكن أيضاً النقطة الأهم هي أن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لا تقبل أيضاً بمخطط التفريس المستمر منذ عقود بالنسبة لإيران في المنطقة وهو أمر خطير وبات اليوم يعني باتت نتائجه ملحوظة وواضحة في عدد من الدول العربية هل يمكن لتلك المقاربات التي تمخضت عنها المسودة الأوروبية أن تعطي أي تطمينات يطالب بها الخليج العربي؟ لا يوجد تطمينات الوضع هو بالأساس غير مطمئن الوضع في عموم المنطقة العربية وأيضاً بالتزامن مع هذا الملف الذي أعيد فتحه مجدداً هناك أيضاً تصريحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية وكان هناك تحذيرات بأن إيران تقوم بالمماطلة من أجل تعزيز نشاطها في هذا الملف وأن إسرائيل لن تسمح بتمدد إيران أكثر من ذلك وأنها تراقب الوضع خاصة على الحدود اللبنانية والحدود السورية التي بدأ نشاط الميليشيات الإيرانية يتزايد فيها وبالتالي سوف يكون هناك حالة تناقض واضحة مع الحليف الأوثق بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة وهو إسرائيل ولن تضحي به بالنتيجة من أجل تقارب مع طهران هذا واضح جداً لكن مع كل ذلك لا نستطيع أن نقول أن الخطوات التي قد تتخذ للوقف أو حد المخطط الإيراني في المنطقة هي سوف تكون قوية جداً كما نعلم منذ السنوات الطويلة هناك تحركات جزئية على الناحية العسكرية تجاه الميليشيات الإيرانية وبالتالي سوف يكون هناك سياسة موازنة دعنا نقول بالنسبة لواشنطن بين حلفائها في المنطقة من المملكة العربية السعودية أو إسرائيل وبين أيضاً الملف الذي وصفه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بأنه اتفاق يدعو للعار هكذا وصفه تحديداً بأنه اتفاق مذل للولايات المتحدة الأمريكية طيب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيرلا بيد صرح اليوم أنه لا يمكن لطهران أن تماطل إلى مالا نهاية والحصول على تنازلات من أجل برنامجها النووي هل يمكن أن تزرع أمريكا بذور خلاف مع حليفها الأوثق إسرائيل من أجل إيران برأيكم؟ لا يمكن لا أعتقد ولم يحدث ذلك على مر التاريخ لا يمكن تخلي عنها مقابل شراكة مع عدو تاريخي وأيضاً من النواحي العملية دعنا نتحدث ليس فقط من النواحي التاريخية إنما من النواحي العملية أي تغول إضافي لإيران ودورها خصوصاً أنا نتحدث عن العديد من الدول التي دخلتها الميليشيات الإيرانية أو دخلتها بشكل غير مباشر عن طريق أحزاب سياسية وغيره سوف يشكل ذلك خطراً على عموم المنطقة وعلى واشنطن نفسها يعني وله تبعات الخارجية الأمريكية تقول إن هناك مسائل عالقة في المفاوضات مع إيران ونفت وجود تنازلات هل فعلاً لا توجد تنازلات مع مساء أوروبا تمرير الاتفاق لضمان سد نقص الوقود بسبب الحرب الأوكرانية؟ يعني بالفعل لا يوجد تنازلات بوجهة نظري لأنه هناك خطوط حمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهي زيادة النشاط العسكري في المنطقة هذا ممنوع تحت أي اتفاق أو تحت أي تقارب أو أي حتى مبادرة من قبل الدول الأوروبية لا يمكن تجاوز هذا الخط بالنسبة للولايات المتحدة بالإضافة أيضاً إلى أنه هناك حالة من الترقب دعنا نقول أو الإهمال أيضاً في نفس الوقت ممتزج للولايات المتحدة لما يقدم من مبادرات اليوم عموم المنطقة والعالم بأج ما يعيش أزمة اقتصادية سوف يترتب عليها تبعات منها ما نشهده اليوم وهو محاولة تمرير هذا الاتفاق عبر وساطة أوروبية لكن كما بدأت كلامي طهران كانت تتوقع أن يكون هناك رد سريع وأن تستجيب واشنطن لمطالبها برفع العقوبات الاقتصادية وهي أهم جزء تحديداً لأنها سوف تساهم في إضعاف نشاطها النووي إيران لكن هذا الشيء لم يحدث وأيضاً واشنطن كانت تتوقع أن يكون هناك من ضمن المقترح تحجيم على الأقل لدور الميليشيات والمد الإيراني في المنطقة وهذا لن يحدث من الطرف الآخر وبالتالي لا نستطيع توقع توافق تام مئة بالمئة ولكن بعض الملفات قد تحل عبر سكايب من أنقراء الصحفي المقتص بالشأن الإيراني يا أستاذ صاحب جابر كنت معنا شكراً جزيلاً لك لانضمامك إلى بانوراما اشتركوا في القناة